نينو كوني 2 نينو كوني 2 نينو كوني 2 نينو كوني 3 سلحة تعطيم يهى سيوف يضيك تحت نظام التغيير مثلا تحطه اوتوماتيك انو يتغير اوتوماتيك من نفسه او سامي اوتوماتيك انو مثلا بعد كل فترة فترة يتغير او مانيول انت تغيره من نفسك فانا عن نفسي حاطه مانيول انا اعتمد على سلاح واحد قليلا التغيير حقي و مثلا تجده تحت 3 سلحة رئيسية وسلاح رينج الرينج انو من بعيده بتضرر مثلا في واحد سحر في واحد مثلا مسدس في واحد سهب حلو فانت بتتركب والقدك الكمباتين اغيروه و خلوه سيرير الحماس اكثر حلو هذي واحد اشياء زينة و واحد اشياء الثانية انو القصة حكت اللعبة تعتمد على البطل انو يبني يبني مملكة حلو فتبدى اللعبة انو كانت تبدى تبني مملكتك وتبدى تحسنة مان ليه بستكار ابني كثير بمتكير 5 انك تبني قاعداتك بس الله ما غير انك تعطيهم كذا منطاد انك تركب و قد تضربهم بوجه بيدك الحديث تضربهم و تدوخهم ثم تعطيهم منطاد هنا اللهم و شلون تروح تخلص سايد كويست لهم حلو مده هنا تخلص من واحدة الحين مثلا شلون مثلا شلون تخلص سايد كويست قل رايح مثلا نجيب لي هل ايتم هذا من بعيد حلو و مثلا كل سايد كويست تدت ربوتك بثانيات هذي والله تك حافظ انك ترجع الاماكنة تخلص من اول وتبدأ تسوي سايد كويست والحين بوريكم حين شلون تبني مدينتك حلو البناء طبعا موه بعميق والأمانة موه بعميق و ساهم مراح هنا ساو ريسيرش و كده من الحين شفت رح مانيج قل مثلا ابابني هنا المطبخ قل مثلا ابابني هنا المطبخ كان هنا هذا المطبخ قل ابابني المطبخ ساوان بلد فسيالتي حلو حال أطول طخ تطلع لك و شلون بعد ما تبني مثلا ايا كانت تبدأ تحت شخصية واحدة معين عليه كل الشخصية طبعا له مزايا معينة هذي حين طبخ نحطه و بديك تبدأ تطوره من تبدأ تطوره تبني ريسيرش البحث اللي هي مثلا شلون انك رح هنا قل تسوي ريسيرش وتبدأ تطور كما تبدأ تفتح أسلحة أكثر تطلع ماتيريال أكثر تطلع أغراض أكثر و كلها فائدة طبعا كل شخصية له مثلا مثلا له كل شخصية طبعا له مثلا مثلا مثل تبدأ تحت هذا الخياس ببعض ملأزين بعضهم شيين على حسب فهمت علي فهذا واحدة الشيء اللي شفتها قلتك كويسة يعني تخليك تفعلا انو مو بس او بيبني مملكته لا يخلونك تبي تبني انت مملكتك هم تعريب اللعبة و من هنا اكثر الان اللعبة والله الصراحة قدكم ممتعة انا حبيته انا حبيت الجزء الأول بس كان صعب اخترحه على حد ليه لان الكامبات كان شوي يبيله وقت يبيله تعود حلو فالهين الجزء الثاني مو بلاز التلعب الأول الى الان ما شفشينك لك داعينك تلعب الجزء الأول عشان تلعب الجزء الثاني انا حبيته الثاني الان قاعد يلعبه ومستمتع بالصراحة اكثر من الجزء الأول لان الجزء الوصد نقطة وتركته انا حبيته طفش تكاملة تصار مزعج شوي و بعد اضار كمي و الشي مدى 15 ساعة من اللعب حرفيا لازالوا يعطوني تدريب و نفس الكلام هنا صراحة نترى مجموعة اللعب الآن عشرة ساعات وتهوي اطلع ان يبني القاعدة حلو من الشي الغريبة بس انها الظاهر ان الجزء الأول على ما نذكر الستوديو قبلي اشتغل على الجزء الأول اشتغل على الدعايات كذا شكلهم ما جو الجزء الثاني لان الدعايات اكثره بالأنجن ما تنقطع مثل دعاية انيمي راسب فهي ما اشتغل هذي مجرد بس انا شي لاحظته هذو كان انطباع النينو كوني 2 انصحكم باهه والله ممتعة الان وتعرف انك بتطول وان تلعبك حلو واللعب بشكل عام بصعب وتكافئك بأسلحة الى الليل بعد القتال توقع انك بتاخل خمس أسلحة يلا كما عاكم أخوكم عاكم السلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة